يا ناس أنا جاءتني فرصة الآن باش نتكلم ونجاوبها أنا كوك كاين بالناس كاين بزاف ناس يسألوني يتصلوا بي ويسألوني بنزيرة طلع مفهمناك مرة معارض مرة مؤيد مرة تقول رئيس الجمهورية وتقول الله رأيس ملاح وخدام مرة تدخل عليه فاهم روحك نتارك مكشو عقلك خوض طريق الجواب بكل بساطة يا ناس يا أصدقاء يا أحباب يا قاشين العزيز السعيد بن سديرة ليس معارض أنا لست معارض سياسي ولا شيات في نفس الوقت أنا من الشيات اللي يعرفوني من الشيات لقوه جامل وما نقولش الواحد دعما نقوله لك صحيح بعينيك وما نقولش الواحد منتل نقوله لك ريحتك مليحة وما نقولش الواحد خراي نقوله لك نظيف لي يعرفوني يعرفوني أنني قبيح وصريح وواضح مليح نقولك مليح رخيص نقولك رخيص منتن وفايح نقولك منتن وفايح نظيف وصادق نقولك صادق منا نفقش لست معارض سياسي أنا لست معارض سياسي أنا إعلامي أنتقد الوضع ولا أدعي الشجاعة واحد الناس تطبيع عبد الزيران استعرف بيكتف حل وشجاع من الشجاع أنا من الشراج الخير من بعض الناس اللي في الجزائر ومن الشجاع وقافز ومارق وتاكلوا لا أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا سمحكي الظروف أنني نقول ما لا يستطيع أن يقوله آلاف بل ملايين الجزائريين لأنه مثل أنا كاين ملايين كاين ملايين في الجزائر اللي حابين يقولوا وش يقول بالنزدير بسا ما يقدروش يعني أنا لو كان جيت قافز وجيت راجل وشجاع ونضرب الطابلة الكلام هذا نقوله في الجزائر لكن ما نقولوش نكذب عليكم ونزوخ عليكم ما أقوله الآن وأنا في أوروبا لا أستطيع أن أقوله وأنا في الجزائر لأنه لو كان نقولوه يدخلني للحبس أو يقتلوني يا إما يقتلوني في حادث مرور أكسيدون قال مات الله يرحموه يا إما يدخلوني السجن لأنك تهجم على مسؤولين وتهجم أنت على وزير التجارة وتهجم على الرئيس وتهجم على وزير الاتصال وتهجم على الصحفي اللي يكرموا الرئيس تقول بالإعطاءاتك تسمي يدروني ألف تهمة إذن أنا لا أدعي أنني شجاع وبطل لا الظروف سمحت لي أني نقول ما لا يستطيع أن يقوله من هو داخل الوطن أنا نتكلم باسم الشعب الجزائري جزء من الشعب الجزائري نتكلم باسم الشرفاء الأحرار اللي قلوبهم محروقة ويحبوا ويقولوا ما يقدروش يقولوا كاي اللي عنده واجب التحفظ يمنعه من قول ما يريد قوله وكاي اللي خوفا كي نقولو خوفا لا يعني أنه جبان لا لا يعني أنه جبان بل خوفا لظروف معينة لأنه في بيئة غير بصراحة غير صحية بيئة مكيش حرية تهدر يقطعوا لك راسك يقطعوا لك لسانك ينحول لك الإشار ينحول لك الكوتر تعقاز تري سيتي يدروك أي حاجة مزلنا في الممارسات الغابية الساقطة الحقيرة مزلنا فيها تحل الفم وكتروا ذروسك إذن أنا كيراني نتكلم لأنه الظروف سمحت لي أنني نتكلم مدام ربي أعطاني مدام ربي سبحانه أعطاني هامش من الحرية وعليش ننافق وعليش ننافق وعليش نكذب نتكلم بسمكم لأنه 99% من الصحافيين في الجزائر يعرفون أن الصف الأول تعريس الجمهورية فيه ثلاثة مخنثين ثلاثة مهمش رجال يفعل فيهم إذن هم يخافوا بش يقولوها أنا ما أخافش ونقولها لأني نعرفهم باللي نعرفهم باللي 106 وعش نكذبنا إذن نبه رئيس الجمهورية وننبه البروتوكول ترئيس الجمهورية وننبه مصارح الأمن ونقولهم راكم غلطوا الرئيس وراكم عميتله وعينه من المفروض هذا البيدي هذا هو ما يصورش مع الرئيس نعم هذا البيدي ما يصورش مع الرئيس عيب أنك تجيب مخنثين يصوروا مع الرئيس علش أنهم رجال صحفيين والدوجة إذا عيب عيب وعار لكن في نفس الوقت أنا لست معارض للدولة الجزائرية أنا لست معارض للدولة الجزائرية أنا ممكن أنتقد السلطة الفاسدة أنتقد الممارسات الفاسدة العقيرة للمسؤولين مهما كانت المنصب التاعهم لكن أنا لست ضد الدولة الجزائرية أنا مع بلادي ندفع على مصلحة بلادي ولو كان جاءت السلطة السلطة ولو كان جاءت الحكومة حكومة ورجال رجال يعجبهم بالحال كأنني قاعد نوريهم في عيوبهم أنا نوريهم في عيوبهم ننصح فيهم يا ناس عايب عليكم يا ناس عايب عليكم وش راكم تديرو من المفروض يشكروني يقوليه بالزرع لا نشكرك لأنك رك وريتنا عيوبنا رحم الله من عرفني بعيوبي خذ راي اللي كم يقولك يبكيك ما تخذش راي اللي يضحك هو يضحك عليك أنا ما نضحككم يا المسؤولين ما نضحك عليكم أنا ممكن نبكيكم لكن لم أصلحتكم أنا لما نقولك يا بروتوكول الرئاسة ويا مصالح الأمن ويا وزارة الاتصال ويا لجنة الصحافة اللي اخترتوا هذا البيدي هذو وبشدوا جوائز راكم درتوا جريمة في حق الرئيس وفي حق الدولة وفي حق الصحافة هو عايب عليكم تخلطوا الرئيس هو عايب عليكم اذا انا لست معارض انا انتقد كي نقول اذاك الوزير موش مليح ما عندي حتى مشكل معاه ما عندي حتى مشكل معاه او مسؤول ما عندي حتى مشكل معاه شخصي انا نتكلم ما ارى واعتقد انه يخدم مصلحة بلدي اذا كنت على خطأ ربي حاسبني اذا كنت على خطأ ربي حاسبني لانني العرب قصدي العبد المسؤولين ما علي بيحتب واحد واحد ما يحاسبني واحد ما يدخل روحو فيي واحد ما هو مسؤول عني لما عندي لا رئيس تحرير لا مدير لا مدير تحرير ما عنديش انا براسي لكن عندي ربي سبحانه عندي ضميري المهني والاخلاقي ضميري المهني والاخلاقي ان شاء الله منظلمش اذا هذا السؤال اللي كل مرة يسئلون يا بزديرة مره مع السلطة مره ضد السلطة فاهم روحك انا مانيش مع السلطة وضد السلطة انا مع الدولة انا مع الدولة الجزائرية لكن السلطة مانينا معها لا ضدها اذا احسنت السلطة بما فيها رئيس الجمهورية هرم السلطة لا تبون انا مع الدولة اسم السلطة ايمان عبد الرحمن السلطة الوزراء الرزيق لانه لو كان كان رئيس الجمهورية هو الدولة راحوا رؤساء راحوا الدولة لو كان كانون الوزير الاول هو الدولة عدنا زوج وزراء او زوج رؤساء حكومة عدنا في السجن معتا الدولة هو السجن إذن لا الوزير الأول منصب رئيس الجمهورية منصب الوزير منصب هذه هي مناصب تمثل السلطة ولا تمثل الدولة الدولة شيء أقدس أنا أقدس الدولة أنا أحترم الدولة لكن لا أقدس السلطة السلطة بالنسبة لها تغلط نذبع على جدة تحسن نشكرها المسؤول في السلطة إذا دار حاجة مليحة نصف فضله إذا دار حاجة مش مليحة نكسلوا رأسها تعجدوا العلوب بالعلوب مهما كان المنصب التعوي إذا السؤال منصب دار حاجة مع السلطة لا تسألوني أنا لا أستطيع أن نزيل كازا هشام عبود الطحان أو زيتوت أو وجه النيفيا أو هؤلاء ضد الدولة هؤلاء ضد الدولة الناس الذين يصفقوا للمخزن المغربي ويتمنى سقوط الدولة ويتمنى خراب الدولة ويتمنى الزائر تدخل فيه فيه أزمة اقتصادية وأزمة سياسية وأزمة أمنية هؤلاء ضد الدولة لا يوجدوا ضد السلطة هذو ضد الدولة يريدون سقوط الدولة أنا لا أريد سقوط للدولة ولا السلطة أنا حتى السلطة منش نحاول ستسقط أنا تسألني تقولي بذلت تريد سقوط السلطة يعني التبور والحكومة نقول لك لا أنا أريد إصلاح السلطة الفاسدة أنا أحاول أن أساهم في إصلاح السلطة الفاسدة يعني حتى هذا الرزيق اللي أنا دايماً ننتقد فيه أنا منش ضده أنا حابه يسجم روحه حابه يسجم روحه وما يقعد شي برعط الرزيق قاعد يكذب وزير كذاب يقول لك خلال أسبوع نقضي على الحليب بازل ما قدرناش أقسم الحليب عامين عامين وزيرت الحليب إزاي مسجمتناش مشكلة الحليب وزيرت حليب في فبك وبعد يقول لك سأقضي على المضاربة المضاربة هو لي خالقها ترجمة نانسي قنقر